في هذا الظرف وفي هذه الأوضاع وأنتم ترون الصراعات العالمية تشتد وأنتم ترون الصراع الصيني الأمريكي يتعاظم والروسي الأمريكي يكبر والفرنسي التركي يكبر والتركي الروسي يكبر وأنتم ترون التدخل الأوروبي في إفريقيا والتدخل الصيني والتدخل الأمريكي والتدخل الروسي والتدخل التركي وأنتم ترون العبث والصراع العالمي ونحن وكأننا يريدون أن يجعلون فريسة لهذه البلاد وهذا الشعب بدل وأنتم ترون هذا الصراع العالمي بدل من أن ترتموا في أحضان الشعب وأن تقولوا نعم مع الشعب دولة مدنية لأن الدولة المدنية في مصلحة الجميع الجنرالات اللي اليوم في السجن لو أن هناك دولة مدنية لأن صفتهم وإذا كانوا مجرمين يكون العدل وليس الانتقام الوزراء ورؤساء الوزراء أسياد تبون وأسيادكم من قبل والجنرالات أسيادكم من قبل من كان يرفع صورته مع ترطاق؟ من؟ أو مع السعيد بال وجنرالات آخرون هاربون بما فيهم المجرم نظار لو أنها دولة مدنية لحكمت بينكم بالعدل لأنكم ستخضعون للشعب والشعب يراقب ولن يكون هناك جنرالات مجرمين ولا جنرالات خوانة ولا جنرالات لصوص ولا وزراء ولا لأن الدولة المدنية لا تسمح بذلك هناك الغربلة قبل أن يصل الناس إلى على المناصب لو سئل أو يحيى أو وهو مجرم من كبار المجرمين وسلال وهو من كبار المجرمين والسعيد وهو من أجرمهم هل كان أفضل لو أن تكون هناك دولة مدنية من أن يرمى الآن في السجن لو سئل الهامل جنرال هامل اللي كان تحته 250 ألف شرطي بما فيها سلاح الهليكوبتر وسلاح دبابات الشرطة وكل الملايير الدولارات التي صرفت على الشرطة جاء يبكي للمحكمة هي مظلمة في نهاية المطاف لكن هو أظلم وهو أجرم أليس ألم يكن ذلك أفضل يا جنرالات البلاد ألا تعتبرون بزملائكم وأسيادكم اللي كنت تقولونهم حضرات يا جنرالات البلاد ألا تفهمون ألا ترون أمامكم الأفضاع ألا ترون البلاد اللي تغرق في مآسي اقتصادية واجتماعية ألا ترون العالم الذي يهيج ويثور وهذه الكورونا ستخلق عالم جديد عالم الصراعات والصيدمات فضلتم أن تعدلوا الدستور وترموا أنفسكم وتصبحوا خوانة زواب تيرايير وترسلوا أبناء الشعب الجزائري لقاتل الأفارق المساكين بزعم الإرهاب فضلتم ذلك على أن ترتموا في أحضان الشعب عودوا إلى شعبكم نصيحتي إليكم عودوا إلى شعبكم فستجدون كل الخير وإذا كنتم خائفون مما فعل بعضكم في التسعينات فأنا على يقين أن الشعب الجزائري يمكن أن يسامح ويمكن أن يغفر ويمكن أن يقول لكم اذهبوا فأنتم طلقاء أحسن لكم أن يقول لكم شعبكم اذهبوا أن تكون طلقاء من أن تكونوا في السجون أو تكونوا مشردون وهاربون أو أن تكونوا لعبة في أفضل الحالات لعبة في أيدي القوى الخارجية يا جنرالات البلاد نهبتم وبعضكم قتل ولكني على يقين من أن الشعب هذا سيسامح إذا طبقتم المادة السابعة والثامنة من الدستور وعدتم إلى شعبكم وفضلتم أن تتصالحوا مع الشعب على أن تقمعوه وتقهروه لأنه سينتصر بإذن الله من الأفضل لكم وأنتم ما زلتم في هذا الوضع أن تتصالحوا مع الشعب وأن يسامح منكم من يسامح ويبقى منكم في المناصب من هو أهلا لها كفاءة وسنا من أن تصبحوا في السجون أو هاربون أو معتقلون أو مقتلون وهناك أشياء كثيرة أخرى يا جنرالة البلاد هذا الشعب لن يتراجع هذا الشعب لن يعود إلى بيته إلا والكرامة على رأسه والحرية على كتافه يا جنرالة البلاد الكورونا رحت مكسرحين نزيد فيها حتى لو زدت فيها تغرق البلاد كلها لو كسلتوها تغرق البلاد كلها لكن الشعب في النهاية سينتصر ولو بالتضحيات لا نريد لكم ولا لهذا الشعب أن تسير قطرة دم أن يقتل أي شخص بل أي حيوان بالظلم لا نريد أي هذا نريد حل عقلاني مع عقلاء الجنرالات إذا كانوا مستعدين للحلول هذا الشعب لا يريد الانتقام منكم لا يريد أن ينشئ لكم المشانق في الصحات العامة هذا الشعب يريد فقط أن يقرر مصيره ويقيم دولته دولة العدل والحق والقانون هذا الشعب يريد أن يكون جيشه جيش قوي وليس جيش تلعب به القوى الاستعمارية هذا الشعب يريد أن يكون اسم الجزائر علما يضرب بها المثل وأن تكون الجزائر بلدا ناهضا مزدهرا وأن يكون الشعب يعيش في هذا البلد اللي حباه الله به واللي مات من أجل ملايين الجزائريين عبر التاريخ هذه البلاد ليست للبيع وهذا الشعب ليس للبيع وهذا الجيش ليس للبيع مهما فعلتم من الأحسن لكم أن تستمعوا للشعب وتتحدثوا مع عقلاء الشعب من أن يأتي يوم تندمون على ذلك واسألوا ترطاك واسألوا سعي واسألوا أويحيا لو عاد بهم الزمن لربما استمعوا للشعب ولما كان يقول لهم أحرار الشعب شخصيا طلبتوا عدة مرات منها بوحدة في ماي 2013 وقلت لهم شخصيا أن الشعب هذا سينطفد الشعب هذا سيخرج لأنكم دمرتوه قرتوه فقرتوه عطلتوه البعض ره ينتحر والبعض ره يهرب والبعض ره يموت من القلق ومن الأمراض تعلق القلق ولكنه في النهاية سينطفد وانتفذ الشعب وشفت أنتم الانتفاضة بعينكم من جاب تبون أليس انتفاضة الشعب في الأصل هي اللي جابته وإلا كرنا في العهد الخامسة اللي ره ينفذ فيها هو اليوم تبون مزور جابوه العسكر ما كانش الشرعية لن تكون له شرعية أبدا وبالتالي تبقى الخصومة بينكم بالشعب للأبد أزيحوا هذا التبون انتم اللي جبتوه طبقوا المادة السابعة والثامنة تبون مكانه مثل أويحيا ومثل سلال لأنه كان واحد منهم وهو من كبار المجرمين وشار في إجرامهم وفي النهب أول ما قام به طلاق صراح ابنه المتهم مع البوشي في 700 كيلوغرام كوكاين وأدخل الأحرار وحكى مع الأحرار يا جنرالة البلاد أقول لكم هذه الكلام وأنا على يقين أن يأتي يوم ستترحمون عن من يقول لكم هذا الكلام أنا وغيري من الأحسن لكم أن تتصالحوا مع الشعب وأن تسمعوا للشعب وأن تلاقوا أحرار الشعب وتتفاوضوا معهم على تسليم الحكم للشعب هذه الأرض هي أرض الشعب هذه مكتب هلكمش باباكم أو يماكم أو أختكم أو خوكم هذا الحكم هو حكم الشعب هذه أرض الله خلق فيها هذا الشعب لكي يقرر مصيره ليس الأمر لكم عودوا إلى قاية صالح في أفضل الحالات إذا ما كنتوش بعضكم هو اللي قتلوا فإنه مات نتيجة الإجهاد عمره ثمانين سنة أقل شيء إذا ما ماتش اغتيالا فقد ماتها بالإجهاد بعضكم سبعة وثمانين سنة واش يدير جنرال عمره سبعة وثمانين إنسان عمره سبعة وثمانين سنة كم يبقالوا من القبر قد أسبقوا أنا إلى القبر ولكن سبعة وثمانين سنة واش بقالوا سبعة وثمانين سنة واش بقالوا هذه الناس مش قادرة تخدم نفوسها تجد صعوبة في بشيل بالصباط ويجد صعوبة توضعوهم رؤساء على البلاد وهم لا يفقهون شيء ما لكم كيف تحكمون يا جناعة البلاد هذا الشعب لن يتراجع ولن يعود إلا منتصرا بإذن الله فإما أن تشاركوه هذا النصر ويحسب لكم بأنكم ساهمتم في إنقاذ البلاد مع الشعب ومع حرار الشعب وإما ستسحقكم الأقدام يوما ما لم خير فيكم يقول لي لي ينجو إلى السجن هذا ليس تهديد هذا أراه رأي العين ومشي باش نبالغوا لكم هاكم تشوفوا فيه ومنتم اضطريتم ومتدعون في السجون صحيح رحكم تتلقوا فيهم واحد بعد واحد صحيح لكن في النهاية هذك سيزيد غضب الشعب طرق السيسي ما تمشيش مع الشعب الجزائري طرق الإمارات والسيسي والسعودية والدعم الفرنسي والأمريكي والروسي والصيني لن ينفعكم من الأحسن لكم صدقوني من الأحسن لكم أن تستمعوا للشعب وتجدوا حل مع الشعب والشعب مستعد أن يجد الحل هذا شعب مسالم 18 شهر منها 12 شهر كاملة في الحراك وظل مسالم رغم الاستفزاز ورغم القهر ورغم تعذيب بعض أحراره نحن فيما يخصنا ونقولها لكم ونعودها لكم رشاد لن تتفاوض معكم في السر أبدا نحن جزء من أحرار البلاد نحن جزء من الطوائف السياسية والإديولوجية القائمة في البلاد ولن نتحاور معكم انفرادا أبدا لا في السر ولا في العلم نحن مع إخواننا وفي نهاية المطاف هو أمر الشعب نحن لسنا إلا ربما عندنا الفرصة أن نتحدث وحتى ما نقولوش أن نتحدث باسم الشعب لكن أنصحكم لأن ما هو معقول وما هو مقبول في ظرف ما يأتي وقت ولن يكون مقبول ولا معقول أنصحكم لأن الشعب سيطيح بالدستور حتى ولو مررتوه لأنه مررت وتبون هاو الشعب يخرج وظل يخرج خاصة قبل الكورونا ويقول تبون مزور جابه العسكر مكاشر الشرائي ها الشعب تحرر هو اللي يقرر دولة مدنية بإذن الله ترجمة نانسي قنقر